من المنتظر استلام مشروع توسعة مدرج مطار مصطفى بن بولعيد بباتنا قبل منتصف شهر ماي الجاري ليصبح بذلك مؤهلا لاستقبال طائرات الحجم الكبير سجلنا مبلغ مالي فوق 10 مليار سنتين مع مؤسسة تسير مطارات الشرق واللي تم منحه مباشرة إلى شركة كوسيدر من أجل إنجاز وتوسعها في الأرضية اليوم رهي الأشغال في وطيرة جيدة وإن شاء الله سوف نسلم هذا الإنجاز قبل 15 ماي وعند انتهاء الأشغال ستنطلق أول رحلة حجاج من مطار مصطفى بن بولعيد إلى بيت الله يوم السابع والعشرين من شهر ماي الجاري الأمر الذي استحسنه وانتظره سكان ولايات باتنا كثيرا أول رحلة التي تكون من مستوى مطار دول مصطفى بن بولعيد إلى البيقاء المقدسة واليوم السابع والعشرين وسجلنا في الأرضية أكثر من 1800 حج لسجلوا إن شاء الله يكون تنقل تحم ذهابا وإيابا إلى البيقاء المقدسة عن طريق مطار دول مصطفى بن بولعيد يذكر أن انطلاق الرحلات إلى بيت الله من مطار مصطفى بن بولعيد كان مطلبا رئيسيا للحجاج على مدار سنوات طوال ترجمة نانسي قنقر